السلام عليكم ومساء الخير أريد أن نعود إلى الأغنية التي هي هدية من الأخ هوبال دي جي دي اللايبات دينا بالله ما التحق بنا المغرج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من كل واحد حياته مشغوليش ادير بين قوسين الهدف دينا الناس اللي كي حضروا معنا نطلعوا من القيمة دينا نطلعوا من التام غربي دينا اللي كتجمعنا ويمكن نزيدوا واحد شوي حتى ندخل عندنا شي براني تلقى راكين واحد المستوى لا بأس به أورا واحد المستوى محترم وكي كنقول دائما راكونا السواسية ما كنتشي فرق ما بين هذا ولا هذا لك شاش كن اضرب الداريجة واللي ما تعرش غدين نوريوه او غنفسروا ليه حتى كنتفاهموكو النورة اللغة نية كنتفاهموكو قاري ما قاريش واعي ما واعيش متقاف غير متقاف كنا غدين تفاهموه يعني كنا السواسية والموضوع دينا اليوم هو الانحطاط الاخلاقي وكي كتعرفو الانحطاط الاخلاقي والفكري هو واحد ظاهرة سلبية اللي كتؤدي التظاهر والقيم والمبادئ وحتى تراجع واحد المستوات ديال التفكير السليم والإبداع في المجتمعات عامة ما احنا غدين نقام مع المجتمع اللي تهمنا احنا او المهم دينا هو الوطن دينا هو المغريب هو المجتمع المغريبي حتى يوم ما نصافره يوم ما نخرجه يوم ما عشنا نديره اراك تبقى دائما مغريبي اراك تطلقى شيء اجنبي بره تقول ليك يقول ليك انت شكون ولملين تقول لي من فرنسا تقول لي من السويد تقول لي من طاليان كل واحد ولا تقول لي انا طالياني انا سوي ديالك ولكن دائما يتبع لك بسؤال اخر تقول لك لا لا الاصل ديالك يعني اللون ديالك عينيك شعرك زيد وزيد اللهجة ديالك يعني تنطيحوا دائما ترجعوا دائما الاصل ديالنا ودك الشيء لش نبغينا نمثلوا باضياتنا بافتخار افتخار ديال المغربية والكتر الناس اللي يطلعوا المستوى هاد اللي انحطاط الاخلاقي كي اضطر بزاف على النسيج الاجتماعي والتقافي يعني تيزيد يغرقهم تيهبطهم منها والانحطاط الاخلاقي والفكري هما من اخطر المشاكل اللي كنظن كيواجهها عدد ديال الدول ولكن كيقل دائما نحنا كنقاو في المغرب هو واحد نقطة جد جد مهما لخص المغرب او الوطن ديالنا يعارف كيفاش يتعامل معه حتي لما عارفنا ما نتعاملوا معه بشي والتشويه تشويه ديالشي حاجة اللي اسمي التمغربيت تشويه ديال المفاهم وحتى داك المجتمع تنقولوا الراقتي واللي ما تتبقاش عنده الصورة كدق دقليه شنو كي دير تتروح التراجع تراجع ديال الحضارة وعدكي كتعارفوا ردوك وسائل تواصل اجتماع راهم كرفسو كرفسو الصمع ديالشي حاجة هرسو بابها شي حاجة ديال التمغربيت وخاصة النساء راكم ما ارش حلم المرام معانا هنا ولكن نساء راكم نساء راكم كليتو العصاف هاد وسائل تواصل اجتماعي وهنا غاد نزيدوا على هاد الانحطات الاخلاقي نشح المواحد خاصة الاجانب دو واحد الفكرة خايبة على المغربيات على المغربيات عامة وخاصة على المغربيات دوك نتمنى شوية بشوية نحاربو هاد شح تتفلي واحد الصورة مزيانة ان في اي دولة كتلقى الخيب وكتلقى المزيان ونحن بغينا ذاك الجانب المزيانين يكونوا غالبين على الخايبين لأسف دبا كتلقى الخايبين غالبين والمزيانين بواحده وكيتخبطو في عدد ديال المشاكل ان الخايبين كتار تغلبو عليك للأسف هم شو دقاء دقاء وغنشوفه فينا نوصله وغادي نشوفه الاسباب لهاد الانحطاط يمكن نناقشو بعض الافكار او بعض الحوايج اللي تعيشوها الناس يمكن نستافدوه وبعد ندوزو لبعض الحلول بيناتنا ولكن ميتا نقولوا الحلول راك نبدأ من راسي انا غنتغير وكي كنقول دائما ارى الى ما تتحضرش الواحد لايف كي ما بغي يكون نوعه وتقلس ليه وتستافد ماشي مقاب صبعي تندوز لايف 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 كنت طيرتا كنتصدق مع جامع وارو يعني متى سالي اي لايف تنقلس وتنخم ما مارس شنو استافد شنو ما استافد هذه واحدة وكل نهار خاصة النهار ديك تتخذ قراري لا بغي تزيد القدام كل نهار كنناخد قراري يعني تنهضروا الانحطاط الاخلاقي والفكري كل واحد يقلس مع راسه من بعد ويراجع واش هو او عنده واحد الانحطاط الاخلاقي واش عندنا احنا قلس عاش عندي انا كي كان فكار كي هدا شنو دقال في هاد اللايف شي حاجة قصني انا صافي غدا غير مش او بلاتي دابان هادا واذا تتخربي ع كله ارى ما خده مش حت ليه بغي يغير راسيد تفضل شنو اللي تخلي الانسان منحط اخلاقيان وفكريان شنو الانسان عبكو الاغلابية كنشوف دابان اوليت كنشوف غاسبان في معيور وتي خسروا هادره شي تخصاد هادره وما عارفتش ما فهمش صرح الياه انا بعد بعد مرد كنشوف شناش واشو ما عندهمش عائلة واشو ما عندهمش تخوت شوف دابان ميكلنا فاردون مثل خلطوا السوشال ميديا الساهموا في التخريب ديال الاخلاق هو اي واحد يقد يطلع لايف قد يهضر ولكن فكر بلا رغة تعطيه واحد الميساج إلا عندك واحد الهدف ما عندكش واحد الهدف بلا ما اطلع انك لقراش يدرك تقول له الهضراء الخايبة تخسر الهضراء كي طلع شي واحد ولا شي واحد الانحيطات الاخلاقي والفكري منها كي ضعف ديال التربية والقيم الاسرية كي كتعرف الاسرة هي الاساس ديال اي حاجة هي الاساس بلا ما تقول لي المدراسة تقول لي هادا هاداكش اشياء تكملية ولكن الاسرة ما بقاتش هاداك الاسرة ديال بكري في الوطن ديالنا اسرة اللي كي تجمع الوليدات مع اباهم مع امهم تلفازة ودكتور ما بقاش كلها غدي غدي بوحده كي النقطة التانية هي تأثير وسائل اعلام والتكنولوجيا الحديثة من هادا وسائل تواصل اجتماعي متنقولوا وسائل اعلام ان قد ندخل في حتى الصحافة صحافة ولا تابعة سننظروا على المغربة صحافة تابعة المريقية ماشي كلهم ولكن الصحافة تابعة تفهت تزيد الشوهو من الصمعة ديال البلد شوها شي شوها كان بعض القناوات تابعين ماشي كلهم وليس يهدر واحد المواطن مسكين بسيط كي طلع يهدر على واحد المسؤول اللي يصرق الملاير او سرق الملاير باش يدير واحد مشروع ومده كي يشدوه ذاك المواطن البسيط ويقول لك التشهير واحد القناة عطينا الرخصة باش تدير تشهير الخيب للواطن كله كيفاش ما نعرف غدر رجعو الضعف ديال التعليم تعليم را قزرناه را كيشتون والساد كان ضربوا حدا البرلمان انتا نقولوا التنميل عطيت انتا كمل لي هاداك الشي اللي بقى تراجع شي تعليم دير واحد المارشاريه وعندك تراجع ديال دور التقافة والشباب اللي كانوا بكري تدير فيهم تكوين تديرش حل نحاجة نقطة واحدة اخرى ديال انحطات ديال الاخلاق كين الفقر الفقر اللي وليه مش يا مونتاشر ولم اكتر من مارض السرطان والكونسير البيطالة البيطالة هي احنا عدنا كنز وعدنا احسن واكبر تروة في العالم واللي هي الشباب ولكن الاسف الشباب تواحد ما تسوق ليه خلاوا تماكوك هذيك تروات تلقوا لها تلقوا لها اللعب ديال الاجرام تلقوا لها اللعب ديال المخدرات وصيروا انتم التبوقوا احنا كنخول الصندق كيندوك الضغوطات الاقتصادية من العالم اللي كتمارس على المغرب منها البنك الدولي البنك الدولي اللي غرق غرق على المغرب كريديات مع ديك الحكومة تبارك الله الوعين ديالنا غرقونا كريديات ها واحدة والبنك الدولي اللي كتغرقك كريديات كتلزم عليك شروط صحة ستسني واحد شروط عاد اجي نتذكره على نعطوك الكريدي ومدك الشروط هي الاخلاق غتخرب لك الاخلاق شي حويش كانت ممنوعة واحد الوقت ومدك الشروط ومدك الشروط نقطة واحدة اخرى كاخيرة باش ما نطولش هو ذاك البعد البعد التام على القيم الدينية انا ممش كنهضر على الدين ولكن نخلي الدين كنقطة اخرى حتى انشان ماشي لدك النوع اللي كان فيه قصباب قال قال الله قال الرسول قال الحديث قال حتى الدين عندي انا والاخلاق والمعاملات خليته كنقطة اخرى حتى الدين اللي كانت يتدرس الدراسة اللي قرأنا احنا التربية الاسلامية وحواجه ما يبقى الاش يعني ما يبقى الاش الدين وذوك رجال الدين اللي قلنا غادي انتقوا بهم كتلقوا مديرين زبايل الكحلة يعني الدرارة ما كيشوفوه مش كم يتالوا هذا انتمنى ما طولت خير راشيد وانتمنى الناس كانت الاستفادة عند الناس الجميع ونشوفو لكن شي ضيف او هذا عندو شي تدخول او اضافة مرحبا مساء الخير ومرحبا بكم جميعا الحلقة دي اليوم كان هضروع الانحيطات الاخلاقي والفكري اللي ضربنا في البلاد دينا وانتمنى وكلنا نخدمو عليه الناس اللي حاضرين رأى الناس 724 وواحد معنا هاد الساعة وانتمنى وهاد الانحيطات الاخلاقي نحاربوه ونبدوه من رأسنا انا خاصة نقولي احسن في المعاملة ديالي مع الناس في طريقة الكلام كيفاش نخدم الجسم ديالي كيفاش نخدم يديه والاقوال فميش نوك يخرج راه جد جد مهم ولما خديتوش هاد القرار باش تغيرو طريقة ديالكم تغيرو طريقة ديالي او لايبات ناخدو الاخت بل مكتوبة عندي بل قيس انتش ملنا قلت الاسم زيانة ولا لا بل قيس مساء والخير شمن دولة مدينة مولفك نسوي الناس كلهم دولة ومدينة شكرا المانيا الجيال الشرقية مرحبا لاشنو التدخل تدخل دخل ديالي هوبال عندي اخت او ما عارش كل اله هوبال رديان هذا ولد الدار غايص بر معانا مشينا عند بل قيس مشي مشكي هوبال هذا ولد الدار هذا هو الدي جي ديال الدار تفضلي الاخت بل قيس مرحبا لك شكرا مرحبا لك شكرا مع الضيوف وصي هوبال اتمنى من الناس محاضرين حتى هما يعني احنا كنقولوا سوشيال ميديا وهذا الجانب الايجابي من السوشيال ميديا اننا نقدرون نسمع هذه المعلومات القيمة كما قلت وخامجانا معلومات قيمة خاصة من شخص يعني عنده تجريبة بزاف ديال التجريبة وانتوما يعني را كتمت المشار نفسك انا بالنسبة ليك انا اخذك كموديل ديال الهيجرة الادميغة وديال الهيجرة الادميغة شكرا وبغيت زر نقول لك السؤال صراحة اللي كتبت نسولوليك جاوبتي عليه في هذا الجزء الاخير لانها جاوبتي على نفسك قريت لك دماغك قريت دماغي كملي كملي تفضلي شكرا وخاك غادي نقوله ربما تكون عندك شي اضافة اخرى او لا تشوفها من منظر واحد اخر هاد سؤال فلسافي صراحة قريناه في السنكام السيزيام الباكالوريا من ان يستمد الانسان او الشخص بصفة عامة الاخلاق دياله يعني اعلى اشخص ننضازة وفي المبادئ وانت قلتي باننا بنسبة لك يعني قيم الدينية وهنا طح لي واحد سؤال انه اغلبية ديال المشوار ديالك انت خارج خارج الوطن وربما فيها الدول الاوروبية السويد وما جا ورها هما عبارة عن دول يعني علمانية اكتر يعني هما ماشي ملائكة ولا ذاك التمجيد ديال الغرب عندهم واحد من نوع ديال ما عرفت شواش اخلاق ولا تطبع مع تطبيق القوانين ولا ما عرفت شناية ولكن كيبان بان النهج ديالهم هما كيستفيها اخلاق اكثر بالمقارنة مع مثلا الشعوب اللي نقولوا احنا يمدينا الحاجة الاخرى هو كيبان فئات مثلا وخقعت تحت ليهم الفرصة مثلا انهم يعيش في واحد البلد ديمقراطي وضام ليهم الحقوق ديالهم ديما كيكون ذاك الفئة ديال الاوباش كيما كنقول مثلا كنشوفوهم هنا كمقاغي كنقول هادو رخا سامويل مخزن ديال المغربة ولا عيستقمعوهم يعني تعطيها حريته تعطيها الاعتبار وذاك شي ديما معرفش خارجين السلب وكيهدو حريت الباقي وخول يقوم فقط ليخربوا ويدروا مشاكل والاجرام رغم يعني عندك كتير خبرة طبيعة الحال مع الاجرام كيفاش نحسو ولا نديروا التوعية وأحاول أحاول تدير واحد الميتال أنك كتهضر مع هادوك الناس اللي كيبقى وفين اختشوه هايش مايش هادو كيفاش غاديتواعيهم وكيفاش غا نزيدوا معاهم وراهم وما الفئة الغالبة على على المجتمع ما عرفتوش قدرت نوصل لكل فكرة لا الفكرة وصلت هادو كيفاش قلت هادوك الفئة هادوك الفئة لاحظة العوان حتى اياه هادوك الفئة هادوك الفئة هادوك الفئة مرانوالو في الانسان ما تبناوا جامعات ما تبناوا مدارس ديال الدولة ماشي حرة ما تبناوا مستشفيات ما تبناوا معامل ما تبناتشي حاجة لصالح المواطن إلا تبناتشي حاجة إلا الصالح واحد الفئة قليلة أو الصالح الأجانب باش نوري لهم راح نا عدنو 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 زيد وزيد هادوهو اللي كين انتم الناراني جابت على السؤال تاعك وشوكرا شوكرا أستاذ راشيد شوكرا لك هو آخر سؤال من خلال يعني معرفته البسيطة عليكم عرفت بأن خلال طريقة كيفش كتتكلم باين بأنك دائما تدير محاولات يعني محاولة ديالإصلاح ديالتحسيس ودائما دائما كتجيب شي حاجة جديدة وكما تكون كتضرب الأمثلة كتقد قد قول ضربوا فينا ومشروع وكدا وقالوا فينا ورغم ذلك كتعاود كل مرة كتعاود يعني شنال حاجة تخليك تبقى مستمر حيث هاد النوع من الليأس احنا كجينغاسي من باقي الشباب دخل فينا هذا الليأس ولا خلانا نخرجون بلادنا الحبيبة رغم أننا يعني كنموتوا على حاجة اسمية المغربيات ولكن داخل فينا واحد الليأس كتحس بحلرة الاسطاد الأخيرة ما عرفتش انت كيفاش كل مرة كتعاود ديك ديك الموتيفاسيون انك بغي تدير شي حاجة وكتوصل نفس النتيجة يعني تعاود عاود تاني شي مشروع جديد ما عتدي غاوج هتنادر ده بشوف ده بمع المغربي ده بمع المغربي ما ديروا ما ديرتش مشروع تم ما فهمتي لا كان شي حاجة راه في أوروبا أو في السويد كنقوله ولكن احنا تنحاول بعض اللايبات نبقى وتارجعو وتناعودو حات كان باقي ما حد واحد باقي عايش وباقي كتنفس يعني ارى باقي الامكانية وباقي الحلم باش المغربي قد يتغير حات ما يمكنش نحبسو ولكن تبغي واحد الانسان او واحد الواطن رخصك تبقى كل نهار تكمل كتبغيه وكل نهار كتحاول تغير على قبل الاستيطاع حنا اللي كنديرو هو هاد اللايبات مثلا باش كنعطوشو يدي الطاقة للناس باش كنعطوه للشباب يمكن يحلموه يمكن يديرو اهداف يمكن يشوفوا واحد الرؤية بعيدة اه نشان عطوهم الامال حتي لجينا كن نرجعو مرشا ريال ونبدو نخسروا الهضراك يتديروش بعضين شغولهم هاداك ما غانو عطوش الامل لوحد الواطن كاين هاداك الواطنين الارض دينا وكونا عدناش واحد الورت ولكين ذاك الورت سرقه النا الدولة وسرقه النا دوك المسؤونين اه يعني واحد ما اخصوش يستسلم وكتواصل كي كتفيق في الصباح ده بكل واحد ما عارش فين عايشة من دولة بألمانيا قلت اياك نعم كي كتفيقي الصباح وكتواصل يغلش تقرائي وغلش تخدمية وغلش تخدمية او شي حاجة عرب حالاك وخص نكملوا على الواطن دينا واصل 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 احتى واحد النار يقول لك اه رأى صافي رب دوت يحاربوا الفساد يبنيوا المواطن ديور ما يبقوا شي هرسوا ديورهم اهوما يبنيوا السبيطارات اهوما يبنيوا المدارس اهوما الاجتماعات اهوما يخلصوا الطلابات يعطيهم واحد المنحة كافية اهو زيد وزيد اهوما بناوا المعامل اهوما بدوا تطلعوا تطلعوا الاجور ديال المواطنين تطلعوا الاجور ديال المتقاعدين وزيد وزيد هدا هدا هو اللي كان شكرا استاذ رحشان يلا مرحبا بك شكرا شكرا اخو بالديجي ديالنا مساء الخير تحياتي حبيبي كديرين كل شي بخير السعليكم ناشطين الموضوع الساخن اليوم ازوين دكش يا حبيبي وشكرا من اللي درت لك الاقتراح واخديتي بعين مرحبا اشان قولك ما نقدرس نتافق معاك في ديك النقطة اللي قلتو ديال التدين لانهو في بعض الاحيان دينتي يستخدموه بتاريقة اللي هي نيغاتيف اهو نعطيك الميتال الميتال هو انهو الانسان كيمشي كيدير الموبيقات كاملين كيدير يعني التحلل الاخلاقي والفكري واللي بغى وفي اخير الماطفتي يمشي الحج وكيغس العظامو فهمتيني؟ ذا مراء حكي حقي الدونو اكزاكتو مو دونك رات تديني لك الترتي فيه الليلة استعملتي بالغلطة غاديتا ويرون لك الفكر والاخلاق بالنسبة لها الشي ديالة الانحيلة الاخلاق يا اخوير اشفناش يعجب لي ما عمرناك انك انتظرو نشوفوه اخر ميتال هو هذيك البنت اللي كانت فطنجغة ديالة في الشارع وبدأو تهجمو عليها الشباب واحد الميتال اخر لي ما عمرني انساه هو هذك دوك الشباب ديالة سيدي قاسم ولا فين اللي مشا وغتصبوش حمارة جوا طنك انا را فريما وصلنا القيب ما ديالة اللي ينحيطات راه ما را وصلنا للقاع وملي كيوصل الانسان للقاع كتبقى عندو واحد طريق هي الطريق اللي فوق الفكر راكتشوف الفكر الراقي كي يناقش الافكار وكي يناقشوا الافكار ويحاولوا يجيبوا افكار جديدة اللي غادي تمشي بلادهم ولا يتمشي بريوسهم وما الاولين الى الامام والعقول الاخرى المتوسطة كي يبدو يناقشوف الاخرى احنا عندنا مالورزمون ذاك الفكر اللي هو الرادي جدا اللي كيتكلم ولا كي يناقش غير الاشخاص وهاد شي را كان ديجا موجود غير هو هد الوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي فضحاتو بسكو داك شي وصل وجا عندك الدار وجا عندك التالتليفون ديالك داك شي اللي كانت يوقع وراء البيبان المسطدادة بولا كي يبان لك على كده وانا دي ما كان قول الاخوان ولا الناس كاملين كل ما وديها ديالك الناس را ما كي مثلوا نيشانة كي مثلوا ريوس هوم طنقم لي كي يبقوا يقولوا هادو شوهولينا المغريب ولا شوهولينا كده وكده انا ما كانت تفقش معها بفاكرة هاده ولكن هوم شوهو وكي يبينوا على المحتوى ديالهم هوم هشنو فيهم طنق الانسان اللي كي بدا يدريم الصمتة التحت ولا الحجة الواحدة اللي عنده هي السبو والقدف هاده ماشي انسان لم يتطور بعد الى انسان باقي هاده واقع لا تلقاه بنادم ولا تلقاه باشار فمتيني اشنو بنقول لك دونك القادية الاسباب دياله را عرفناها تربية لانك تشوف واحد الموجة ما عنده واحد البنية الاجتماعية اللي هي فريمون كاتاستروفيك الانسان ساكن في براكة ولا ما عندوش تاق خدمة ما عندوش فكر ما عندوش مقارمة ولو وكيولد لك خمسة ستة سبعة عشرات ناش كنشوفوه كنسمعوه شي جرائم شي عجب وكوك الحق كنشوفوه دونك انا را منين غير بدوليهم بدوليهم خص انا كنقول هي عود لها قص تعرف مليكات العب البيار وكيخسر ليك الماتش كد عود لها قص من الاول هاد الشي اللي خصوه يتدار لهاد المجتمع هاده ولكني الماسيرة كتبان طويلة وماذا ما عارفت انا ما بنش ليش يحل فريمو ماشي مشكلة غادي بلح نخلي واكا كالساعة شكرا غادي ندوزو لشحل ساعدنا دابا اوف تقريبا خمسة واربعين دقيقة احنا كنهضروه كي قلت لكم من هال الحد غادي نديروا واحد لكينا واحد الوركشوب اه ووركشوب اه او تمرين او ورشة عامل التغلب فم تغلب على الخوف ذوك غادي نديرها وغادي يكونوا الاماكن محدودة ولكن بقى شي حاجة يمكن نزيدوها تعال الناس وطلبوها طلبتوها مني المرة الاخرى وقلتها نديروا مصابقة واللي يربح في ذيك المصابقة غادي يحضر معنا ان هال الحد مسجانا ثمين سيكون اللي بغا يشارك مرحبا في ذيك الورشة ديل تغلب على الخوف وراني قلت لكم شنو هو الخوف وكيفاش وعلاش خاصو ما يكونش حتى لا كانت عارف كيفاش تتعامل معه انك يوفق توقفك باش تدوز العداد ديل حويش في الحياة ديل اللي بغا يشارك معنا غادي نطلق ليكم ايوان تو بليز اوكي رجل ما قوموا ب Brak قاولوا المحل قادم يكون قادم حتى Roy اروج تلكم ر technicians مخلصوا اراجلتم اراجل الناس helpful باير اراجل اراجل كل شي بغا يشارك اراجل مهن المصابقة غادي يومونين من اور neighbor شمعتنا نجد سيدك بينما شئ لم يفتح الناس لا أعرف fuck كيفاش غان كنترولي. ريتشي انت معي. معك. ريتشي. صافي. دي جي وبال. اه ما عافش كيفاش كنراقبه. لكن اول حاجة اللي غادي يشارك ويمكن ينجح. او ممكن يربح هذيك الورشخص يدير عشراته عليه ببارتاج. عشرات ديال ببارتاج. كنا غانديرو خمسة وعشرين ولكن هانديرو عشرات ديال ببارتاج. دوك اللي بغي يشارك اول حاجة يخصوا يكونوا ببارتاج هذا اللايب عشرات لمرات. عند الاصدقاء ديالو هادا. بس ما نتقوش همجمعين خاوين كي تنقولوا. الاستفادة تكون عامة. وبعد غادين اه نعطيكم دقيقة شوية على البرتاج كي قلنا. وبعد غادين اه نعطيكم نعطيكم واحد الاسئلة. غادين ديرو اجوج مرات دابة وبعد غن نداب واحد نص ساعة غنعود نطرح نفس الاسئلة وبعد نشوفو شكل اللي غينجح معانا. وبعد طريقة الكنترول غنشوفو كين ديرو لها. عاونوني شوية. تحياتي تحياتي. دونك في انتظر الاخواني ديرو واحد الحملة ديال التكبيس والبرتاج باش الاكترية والماكسيموم يستفدوا. غادي نطلق لكم الاغنية اللي درت في هاد العشية هادي اللي هي فين غاديين. وهي في صدد هاد الموضوع هادا. را طلقتها في اللوجه المرات. اه بون داكور. نو نو يلا جيت. اه اوكي. انا نطلق يلا سير. يلا طلق عن سا طلق. سير على مولانا. انا نطلق عليكم التكست باش تشوف. اخر مرة مليش في الفيديو في اليوتيوب. بل يبلي كان الفوكوس ما بينش بزاف دابا. بدلت التليفون بسكو المره حسنا. حسنا. اذا سوف اقوم بسكو المره. ان شاء الله. ولينا كشوف وصوق في الوجوه. ونساو المانا وانسينا ندوس. اكتش بغينا نزيد ونقدار. وحنا اللي تنفين في برحار روها. العلم الناش من طابية وصحة. ولا من الفلوس لي ولا تعداد. فينا الخلاق فينا ونقدار. واحنا اللي تال فين فبحالقه. العيب الناش من طربيه وصحاب. ولا من الفلوس لي ولا تعداد. اكتش بغينا نزيد ونقدار. واحنا اللي تنفين في برحار روها. العيب الناش من طربيه وصحاب. ولا من الفلوس لي ولا تعداد. فينا الخلاق فينا الجديد. فينا النخوة فينا الرأي سيديد. ولينا كشوف وصوق في الوجوه. ونساو المانا وانسينا ندوس. بيك ندفكو من هذا بايع والشكوة. خاصنا نرجو لصلى بلا بلوة. نقرع والتاريخ والفهم والرسالة. ونبدأو من داخل الصح والحالة. فينا خلاق فينا الجديد. فينا النخوة فينا الرأي سيديد. خاصنا نرشو لطريق اصحاح. والخيوة. شكرا على الاستماع. شكرا. 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 المدينة ومبعد غادي نشوفه شكل جاب واللي يبغى يدير شي ورقة وستيلة وقيد باش مبعد نتحاسبه شكل جاح لا الموسيقى الله شكرا لا الموسيقى الله شكرا اه اوكي المدينة 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 اللي كان تامي لام المغرب ماشي ما سقط الرأس ولك اللي كبرت فيها وعش فيها واحدة دك عشرين عام نقوله من اغلبية دي رح يتيرى خارج الوطن اوكي عندنا اسفي عندنا القنيطرا عندنا مكناس عندنا شنو عندنا اخر اه مكناس مكناس قنيطرا رباط رباط هي مدينة الواليد اللي يرحمه قنيطرا القنيطرا كي اوحد كتب كينيا بغاية بغاية تكتب قنيطرا كامده مكينيا اه مارسي جديدة اقادير اه اوكي فاس خبازات محمدية اوكي هذي احنا ادزنا لهذي اه ندزل السؤال الاخر شنو هي المهنة ديال الاب ديالي الله يرحمه شنو كان كي ديال الواليد ديالي في الحياة دياله لارا ما سورتكم شعلم دينة ديالكم دينتي اعملين من المغرب كليكتب ليا بولونيا كليكتب ليا مارسيل لا شنو هي المهنة ديال الواليد ديالي الله يرحمه ما نقول شليكم ولكن ارانيت ان قيد هنا يا راشيد حدي معي او لا دي جيوبان باش من بعد نشوفه شكل نجح او ربح قيده 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 اللي عنده ورقه وصيله يدير ورقه وصيله وقيده اغلبية قال جا فيه شنو قالوا لا ما جاو فيه ما جينا فيه احنا ساكسين اسكتش متش ضحش عسكري بوليسي الامن الخاص استاد عسكري شورطي عسكري صحفي شنو هذك سفناج ولا شنو هذك سفناج وخارج الامن بوليسي شورطي بوليس اوفيسر حيف راح بوليس صحفي بوليسي موض موضف الماليال موضف لا بوليسي بوليس راجل امن حسنا سوف نزول السؤال ثالث وفلا ما نزيدكم واقينا ونزول الحلقة ما من عام التولت تانى؟ ما من عام التولت؟ ما تولت في الفين وشي حاجة؟ أبو تسعمية وشي حاجة؟ وثلتالاف وشي حاجة؟ ما من عام التولت تانى؟ ما من عام؟ ثلاثة الأسئلة ما نزيدكم صافي ما نتولش عليكم ثلاث عشر من عام من عام التولت لقد عطيهم الحل تعدين واجتمعين او لاضضين قليلا فالنعام ونبحت صحفة اكتبات هادرنا اشحال من مراه من عام التولت لا تنشوف اشي واحد جوجل هم ذيان دابو شمن عام التولت 665 65 95 65 955 957 767 68 نعم نعم نفس الشخص يكتب جديد سوف نرى سوف رجعون لها مرة أخرى سوف نتөذir أردوا لهذا المصابقة مرة أخرى لديكم شوية قريبا وطاقوا 청فiber الخاص سوف نرى كيف يربح حيث بالي صعب نحقه هنا يا. عادينا ناخدوا شي ضيفة معنا شكرا. او ضيفة. هشام مساء الخير. وعليكم السلام. شمين دولة ام دينا هشام? انا مغرب من البلاد. اه شمين البلاد فيهم? المغرب ولكن شمين مدينة ام دينا ام تمارا. مرحبا ايشام. شكرا. شكرا. اخي يا بالنسبة هذا الموضوع انحدث الاخلاق والفكري يعني عنده يعني عنده اسباب عدة يعني وهذا يعني اسباب عدة منه منه الوسط العائدي منه التعليم منه الهاشاشا يعني يعني كان يعني اه يعني الوسط دي في انسان تربى يعني الاحياء الحي كيف يسطب في انسان. اه 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 وهذا يعني اه 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 لحضر الهضر المدرسي يعني تنشوف الناس التلاميذ تساعد تعاطي المخدرات ومهما بالنسبة للإنسان لأنه يحاول أن يصلح قليلا يجب علينا مناهيج وعظيمة من طرف المسؤولين خاصة العزمة من طرف المسؤولين كبيرة يعني كيف مثل أوراسية للثقافة للشباب يعني الخاصة شوية لدي المتابعة لنسبة سيوترين خصنا نصلحوه في المسؤول الشباب واللول يعني الشاب ولا يكون راجوا مستقبل هذا هو اللي بغض نتخاف ولي على شيء شكرا شكرا نيسام شكرا لك شكرا ناخده ضيفة آخر وضيفة اللي عنده شيء ترى لي شيء مشكلة مع الانحيطات دي الأخلاق أو التعرض لشي حاجة اللي ممكن نستفدو منها وكي قلت دائما لما كتاخدش واحد القرار كل نهار كتاخد واحد القرار أو باللين ما كتاخدش واحد القرار صغير أو كبير را ما غتتقدمش ما غتزيدش القدام إلا غمتقوه النهار كله وحنا تنهضروه أو تتدير لايفات أو كي يديرو محاضرات كل واحد طريقة دياله كي تيبغي وعي ولكن لما اخدتيش قرار من تلول شخصيا را ما يمكنش نزيدو القدام كباشار ولكننا كنا غادين القدام را يعني را الوطن تابعنا وصافر بان ما اسميه مكتوبش مزيان فان بير مكتوب ولا فان بيخ بس هو الخير ما كرتش كل الناس قاع كلهم تكتبوا اسميتهم علاش كتاخدوا اسميات خرين ولا دي يوزيرز ولا شي حاشا ما اللي احسر كل واحد تدير اسميته باش كتبالينا واضحة شكونا هو وشكونا هي معك ايوب اخويا راشيد ايوب مرحبا شمن دوله شمن دينا بالنسبة للسميه مكتوبش اعطاني لاكسي باش باش نبالدلاء حيث كان قديم ذاك شي باش يلا مرحبا ما تنظر شير عليك نظر عامة فهمت ما كرتش هنا الناس عامة بالاسماء تاعهم باعنا ما عدنا ما نخبيهم غير اللي عندو شي ضروف خاصة هذي كادر بالنسبة للتدخل ديالي في هذا الموضوع اللي ترم تبع ديالي وكن شكرك عليه مرحبا صراحة اللي كترجع انتما بالناس اللي كترجع كتخلي الناس شوية يرجعوا يوعاو ويفهمو شكرا اللي ضيرا بالمشامعة ديالنا وباللي احنا يعني كنا بزاف دي الاسباب عليش احنا غادي نحيطات الاخلاق والتفكيري احنا كمثلا كشباب اللي حيتي انا دابق كنقرب فرنسا وليك يخلينا نهاجره وهذا ما بالاسبب هو هاد منحيطات الاخلاق والفكري اللي ولي في المغرب ما بالحويش اللي اللي فقدناها وليك نشوفه هنا في اوروبا هو غياب الشباب على كل ما هو سياسي وعندوه علاقة بالدولة يعني كشباب يعني ما عارفينش الحكومة علاش متلا على الصوتات القوانين اللي كانين القوانين اللي جوا يعني الوزارة دابا اللي ما عندو حتيش يعني كتلقاه غير كفء واخده واحد المنصب اللي ماشي ديالو يعني شباب هنا كان حب نزولية كبيرة على الدولة اللي خلات اللي هرسات المنظومة التعليمية وهرسات المنظومة الأسرية اللي اعطتنا واحد الجيل وأجيال اللي جاية من بعد اللي تابع غير نحيطات الأخلاق والفكري اللي جينا نشوفو دابا اللايفات ديال ديالستريمرز يعني اللي كتلقاهم يعني تابعين واحد درجة ما كتصورش اللي ولو عندهم ولو عندهم نسبة مشاهدة اللي كتخلها تلاتين ألف واحد أربعين ألف واحد كيشوفو إنسان يعني كيسب وكيعير وعندو واحد واحد الباقاج اللي منحط لكل ما هو يعني فاسد وأخلاقه وناس كعجبوهم هاتشي وكيبارتاجين هاتشي يعني وديرينو كقدوة لهم للنجاح وبالنسبة للنجاح رمشي هكا النجاح عمره عمرك يجيب كل ما هو فاسد بالنسبة لي انا وهاتشي اللي خلت بزاف ديال مشكلة بزاف ديالشباب ولا كيشوف يعني كيقولك علش غادي نقرأ انا كيقولك نمشي للترك السهلة بالنسبة لي يقولي ستريمرز يقولي انفليونسر وبالنسبة اللي منات انفليونسر اللي كيمشو يتبعو التفاها و الوصف أو المال يعني كل شي ما قيش بغي يقرأ كيشوفو الناس وهو عندهم وحد بجاج شقافي اللي هو يعني وحد اللي غادي في وحد طريقة اللي خيبة اللي الناس ما كيتكليس معاه ما عندوش وحد ما عندوش وحد اللي هو عامر اللي غادي يفيدو وليتفيدو يعني كيهدرو غير التفاها كيهدرو غير في في المواضيع اللي لما غير نفعلها للناس للمجتمع كامل شكرا ايوب هذا هو الواقع اللي تنعيش وركة الشب بعض المرات هل ما كيكون واحد الإنسان أطي خربخ قال نقوله كي تقال الصحفة تابعة مع مريلية طبلها بالميكروات وتي تزاحمه بحالة رمعار في عالم النواوي ولا شي حاجة عندما يكون واحد البروفيسور اللي يجبد لك شي حاجة اخترع شي حاجة دار شي حاجة اللي ترجع علينا بالمصلحة كتلقى ميكروفون جوج ثلاثة إلى جريتي وهذا هو الواقع هذا كشاش كي نصح كثرة الصحافة دي المرايقية يعني تابعينا الصرف تاموا بو يطلعوا المشاهدات ديالهم ويدبروا على راسهم وللأسف وللأسف اللي كانت تحصر عليه هو أن بزاف ديالناس اللي كيدافعوا على هاد على هاد الشعب وكيدافعوا على هاد الأمة هذي منساكن آخرتهم كيكونوا في الحبس والناس اللي كيكونوا يعني تفهين وغادين بالشابة بالهاوية كيتلقاهم وما في القمة يعني ما كيحاسبوهم ما كيدخلوا للحبس منساكن داب الناس على تدوينة واحدة متلا انشي واحدة على حقه على تدوينة واحدة كمشي الحبس يضربوه بعماينة يعني هاد الشي اللي خلال الهجرة ديال أدمغة ولي خلال هاد المشكلة هذا ديال الطالبة ديال الطيب ولا الطالبة ديال التعليم ولا الناس ديال التعليم ديما ما يتحلش نعمشي حيش وفاق كينا في المصلحة ديال هاد الوزارة هادو ديال هاد المسؤولين اللي غادين وكيطيحو في البلاد الهاوية والناس اللي ما عارفينش باللي الخوصة صار خرجات على البلاد والبلاد ولات كاملة في يد البريفي شو أكبر ضالين من تتضرع الحكومة بين قوصين وكي كنقول دائما أنا كنتحمل هاد راش كنقول ولا فهمتي لكن إنسان أخرت يسمع وفهمش حاجة أخرى أنت كنتحمل المسؤولية ديال شنو بويتي تفهم راشتوا على الحكومات اللي كيتولا وراش تم التعيين للحكومات جديدة البارح ولول البارح ما عارفش مرحو علش كترة الباشار وبنادم ما عارفش تيفشي أغلبية أقسم بالله أغلبية لبس كرافاتا ديال عشرة درامي الجوطية أقسم بالله ما عمد بعملت بعملت في اللبس وكي ما كينش ديك الهيبة اللي كانت فينا موض الوزير ووثو واحد ما واقف كي خصو يقف قام يجمع كديرات ديال تايي عشرين درهم كرافاتا الكوستوم شين مشابه معه شين قيد ديرها ولا مكمش ما عارفش أجياء عريان تاقع وتبان بي خير ما كان مصدعين راشد ناش حيث هما كي جيبوا ناس اللي غادي نصاعوا لهم ما بغيش هما شي ناس اللي غادي يوقفوا ضدهم ويحاسبوهم يجيبوا صحابهم كي جيبوا هم تاهم كاتب الدولة لدى الوزارة ديال الصناعة التقليدية اللي اللي مصمن عليه شطاح او دابا ولا كاتب دولة ما كامل وقاسكي شطاح في الندوات لكي دير الحزب ديال ملا من اسمه الحزب اخ النوش اه الحزب ديال حزب وطني الاحرار او دابا كاتب عامل الدولة وواحد يعني مرتبط قدية ديالفساد قدية ديالفساد ولتا هو داخل فادا فاد وزارة جديدا اللي مرض ادوك 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 هير كاراكيز ما غاي ديروا والو ما غايزيدوش بالبلد لقدام المخير فيهم ما تعرف مالي فو الزرواطة المخير فيهم عمرش تدار شي تقدم شي انجاز واعر كنقولو تاعد دولة يعني ارى ما كينوالو كينباك صاحب يحتب الدولة واكبر دليل موخارا ركشتو هذك الوزير سميتو اللي فشل فش حال من وزارة اللي سميتو بن موسى كندن شاكيب بن موسى فشل فش حال من وزارة وش حال من ادارة وش حال من مشروع ومنصب فشل في ايه اش غانديرو لكاسيدي غانعطيوك وزير تخطيط هذك غايخطط لينا احنا المغاربة كوننا والوحد الواطع وما خططت الراس وصاحب يعاد يخطط لينا احنا زادوا تبتولينا بلا را ماكيلا تخطيطوا على الامام ولوم يحزنون رجعوا مارشاريال صح بغيتو ما بغيتوش هذا هو الانسان بالنسبة المجلس اعلى الحسابات شنو مثلا الدور ديالو كندريس شطو وكان ديكلارة بش حال دي التجاوزات على حساب افراقيا على حساب يعني على حساب دي الشركات اللي كانوا داروا واحد تجاوزات في ثمن دي البنزين اللي ما لما ما تحسبوا على مواله شوف كان عدد ديال المواضيع اللي تحطوه كن ما شو هذا الموضوع ما خصوش نطولو فيه ديما احنا عدنا تم تحقيق او فتح تم فتح واحد تحقيق انا ما عمريش تحقيق تسد اللي هو دي الرشوة والفتح فقاش محلول ما عارتان تنموت ونشول ما بعد الموت وعاد يمكن يقول لك راه تسد ولكن تشد شي واحد لا يرد تسد الضوصي ما تشد شي واحد يعني تقاسموا بيناتهم شكرا على التدخول ديالك واندوزو الضيف اخر او ضيفا شكرا السلام عليكم وعليكم سلام توتو هياك توريا 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 ومكتوبة توتو تما كتبي توريا لابعتين عيطه لك توريا اش من دولة ومدينة تيها نعم انا انا مجديدة ولكن الاصل ديالي من اتربيت فاربات ولكن الاصل ديالي منا واحد راشدية اسميه تباك؟ اسميه تباك؟ حدوفن حدوفن سيد اسميه تباك؟ اسميه تباك شكرا انا سولت كارش من بلاد ومدينة لما تعطيه الاصل ولا فاصل لا انا علش قلت لك هاتشي كامل باش نقول لك الميلانج ما قلتوش عابتا باش نقول لك الميلانج اللي انا اخلاقت فيه وتربيت فيه حانت هذك يعطي شوية نظرة ديال كيف شغل كنت نتعامل مع الموضة انا يا استادة ياك من حيثات الاخلاقي والفكري سا ما توشي بس ك انا انا دابا جو سوف هو كان بكي من الداخل ديالي على هاتشي هذالي كتقولون جوما استادة شمن معده وشمن قسمة وشنو غنسميه وشحال شملاسة جامعة او مدرسة انا اسميه تباك؟ اسميه تباك؟ اسميه تبا اوكي حجرات تعليم اسميه تباك؟ اسميه تباك اسميه تباك اسميه تباك بنيوشي مجتمع خسنا نشوفه التحس ديالو يعني الاسرة والدراري التلاميذ والاطفال اسميه تباك اسميه تباك اسميه تباك كورونا زيت الى اكسنتيه الحقد الاجتماعي خلي الوزارة وخلي خلي الكمبورتمان انا كن هدرع الكمبورتمان للدري الصغار كن خلي الحكومة ما كتقولكش تمشي البحر وترميه الزبل الحكومة ما كتقولكش انك ما تحترمش الاستاذ اولا المعلم الحكومة ما كتقولكش ان الاب يمشي دور في الاستاذ على ود ولده ما تهدريش لي انا معاولدي ما تقوليش لي اخلي حين تيلا بغنينا نبنيو هذه الحكومة ولا نبنيو هذه الدولة هذه خسنا حنا نتراجعو مع راستنا انايا كانت عندي فرصة هدي 21 عام باش نكيتي البلاد ونمشي الكندا ولكن كنت سكنة انا يا واحد لو قيتها في الصحراء بالضبط في الصمارة قلست لها 14 سنين ودخلت الجديدة بحيلا كنت انا مغربة واجيت لذا انا باغل لهادة المدينة هذه وعجباتني هذه المدينة هذه ولكن اديت تمن غالي لانني اولادي باش نقريهم خلص عليهم زبالة بالفلوس وطالة موجي سوفة من هذا الحيطات الاخلاقي يك باش نصفت اولادي الخارج كان خلص عليهم زبالة بالفلوس باش انهم في الخارج ودابا انا ما بغيتوالو بغن كنقول انا بغنطلع انا بغنطلع انا جو با اترغيش انا مبغتش كونتنو بلا عندي غالية بغتنطلع في التوبس وما يتبسل علي احد الانحيطات الاجتماعي عندنا انا نساوي الحكومة هادش اللي كتبني هو الاخلاق من اللي كتكون غادي مراع في الطموبيل معردة المعيار ومعردة المعيارة هادش را ما كتبوني الحكومة نرى ما كندفعش عليهم راع في الطموبيل بتلكلوتيتك سيموخ الحكومة سيموخ مانتصنوش حاجة ومانتصنوش انتخابات را خاطير را خاطير هادش اللي كنقول لان إلا ما ربينش ولادنا وإلا ما درنش تعليم را ما غنزيدوش القدام يمكن من إلا إحنا اللي زادولت واللي إحنا انتلكتويل نبدو شي حاجة لأن المجتمعات راه ماشي ماشي الطبقة الشعبية اللي بدلت البلاد إلا شفتو طوارات الناس اللي قارين المحامين والأستيدا هما اللي بدلوا المجتمعات دونك يعني ما تنتظروش شي حاجة كحوكوا جابوا حجارة جابوا هذا اللي جاب كل شي بحال بحال ما تنتظروش وما لو ولكن راحنا بعضياتنا احنا كنتقاتلوا بعضياتنا كنتحنوا بعضياتنا كنهدوا بعضياتنا ما كنربيوش ولادنا ما كنربيوش ولادنا على احترام الشجار على احترام على احترام الملعب على احترام نربيه يقرأ بحالنا كن يقرأ باش يخدم باش يدخل الفلوس وانا كندخلوها الدماغ خصو يقرأ باش يدخل الفلوس سافي ما انا نعطيك ميتال بنتي كانت قرات ودرت بخيبات خرجات وكانت في فرنسا وبعد تدخل المغرب قلت لي قلت لي قلت ليها جديدة في الناطال ويقرأ بكو دوشوز جدولي يقرأ بكو دوشوز لا يمكنش قلت لها انا 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 سوف نقول إنسان آخر سوف نقص من شي حاجة سوف نحيط شي حاجة سوف نبدأ هذا سوف نبدأ هذا سوف ندير هذا هذا هو اللي يجعله يدار إذا لم نخدمنا كلنا بالطريقة سوف نأخذنا قرارة صغار كل نهار والله ما سوف نزيد القدام والتغير رأعرفين أنتم لا نقول لكم ورأتغير شيء مني أنا ليس من الآخر أو غبقوا قاسين وتنعينوا الحكومة سوف ندير لكم شي حاجة والله ما سوف ندير لكم شي حاجة البلاع الرابين والعربون رأي أعطوا لكم يعني ديروا شي حاجة أنتموا رأسكم ستمروا في رأسكم ونتمناوا يجمعوا رأسهم واحد من نهار معنا ناخدوا الأخت زهراء مساء الخير زهراء زهراء فتحي مساء الخير ما كتسمعناش ناخدوا شي ضيف آخر أخي مصطف أخي قلت يا ديك ساعة مزينة هو أنه الإنسان مليكي يعترف بالمرض دياله رأي ديجا نصف الشفاء خمسين في المائة مرأة الدواء مليكي توقف مع رأسك وكتتحادث مع رأسك وكتفكر في رأسك وكتقول أشنو اللي كان دير مزيان واشنو اللي كان دير أشنو اللي خلصو يتغير واشنو ميخلصوش يتغير مليكي تعترف بأنك فيك تدفوق ديجا رأي ربحتي نصف المائل شكرا لكي سوا رأي باب الاخوان والاخوات سوا لديك الرقم ديال الاستشارات ديال じال لا رأي كي ديرو فلافيش رأي درناها فلافيش درناها فلافيش ديال البرنامج. كي عارفين ره نهار قبل او نفس النهار في صباح تنضيروا الاشهار ديال الموضوع اللي غادي نناقشو هاد اللي لا تنقولو. يعني راه كين ذاك الرقم في الافيش اللي تدار لي هالاشهار. كي اللي رحت بعض الاخوان من القبيلة تطرحوا واحد سؤال على الموكب المالكي هاداك سيد لله هاداك القراءات عزاج. غادي نجي لها ما غانه ربش من مكنه ربش أنا من الاسئلة كي ما بغوي كل نوعهم ولكن غادي نجي لها غادي نجاوبكم علامدة بواحد شوية حكم داخلها شوية في الاختصاص ديالي. ناخدو الاخت أسماء مساء الخير. المساء الخير أخ راشيد. مرحبا بك أسماء ملينش من دولة مدينة. أنا من بلجيكا. حكم مدينة. قانت. انتي قانت معنا المرة أخرى. أنا رسميه مرة أخرى. قانت. قانت يعني ما كينش بزيف تم تنظن اللي لطلعوا معنا من قانت. مرحبا تفضلي. قلال مغاربة هناك. كيني نلقطعك بزيف. نعارف. تفضلي مرحبا بك. عجبني هاد الموضوع اللي كتناقشه داما الانحطاط الاخلاقي والفكري. نعم. ده با كنشوف المجتمع غادي غادي وغادي في انحطاط دائم. يعني كل نهار كتشوف انحطاط. كتشوف صورة اللي كتحز في القلب والله العظيم. أسماء تنهضرو تنهضرو على المجتمع البلجيكي والمجتمع المغربي. آه. شكون فيهم لي كنهضرو عليه. تنهضرو على المجتمع المغربي كأنني أنا المغربية مش مش مجتمع بلجيكينا ما عندي علاقة بي. لا انا بغيت نوضح بغيتانوضح بحكم انك انتي عايشة بلجيكا بغيتانوضح ما ما كنشان ليه هو. بيش كم عندي علاقة بي وماذا بليش كارها عقلية. اوكي. مرحبا مكين موشكي. لا لا تنهضرو على المجتمع المغربي. المغربي يعني كنشوف انا الصور اللي في المغرب يعني كنت انا مؤخرا مش هوت للمغرب. شفت الصور اللي كتدمي القلب والله العظيم. كما قالت الاخت كطلع الطوبيس كتلقى واحد واحد الحيطات في الاخراق كطلع الطرام واش الناس باقي متخلفين باقي باقي نادك صور اللي كتستفزك. يعني مكيش الاحترام في الشارع مكيش الاحترام. مكيش الاحترام. مكيش احترموا لابنت مزوجة للي اللي لابسة واللي اللي عريانة بحل بحل. عندهم بحل بحل. يعني عشنو السبب ديال هو ذاك الوازع الديني مبخاش. مش بحل زمان. زمان كان كان الجامع كي ربي. ولما دراك سكت ربي. والجيران كي ربي. والأب كي ربي. والجار يعني كي خافوا. دابا هاد الجير قيم مش مقاش كي خاف. مبقاوش كي خافوا دابا. مكيش موش العصا. ودابا مبقاش العصا في المدارس. دري كي تلع ضاصر. بزيف صارة فيه صارة مكي احترموش. للكبير ولا الصغير ولا التحر. يعني هادا الأول الموشكي. يعني اغربنا بزاف. لا دمنا ما بقاش عندو ذاك الوازع الديني. قاتك التربييات دينية مبقاتش. احتش علي جبنانا. وموله خار الطريق. ما فهمتش شو. تتتل فازا ما بدكتش كتربي. تتل فازا كي كتأتو لي مظهر لك الفلام التي واذا الأفلام مودبلاجة. لمش كي يستفدوا منا. ما كي ربانيج تسقي فيها. لا تحاجة. ما بيستفدو هاتي حاجة. للأسف. شو مرض. شوكرا نفس. شوكرالك على تدخول ديالك وغنمشون مخير واحد واحد سؤال باللي يتم ما راني كتبتو شكران يوسف اه واحد سؤال يطلع لياه الاخر اللي غد انجلي دي الموكي بالمالكي انا غنجليه واحد اللي راني كتبتو دي براه بقي تيطلع ماذا قدمت الاطر المغربية خارج الوطن للوطن هذا سؤال جد جد مهم اه انه داخل نقولوا في الشي ديال الاخلق اول حاجة اه بلا ما نقولوا الاطر المغربية غنه هدروع الجالية المغربية شنو غتقدم لبلاد ديالك اللي هي المغرب الاصل ديالنا شنو غتقدم لها غتقدم لها انت انت رك سافير انت رك ممتل انت اول ممتل ديال الوطن ديالك يعني في الكلام ديالك في اللبس ديالك في التصرفات ديالك في العمل ديالك الجدية اه ميك تقلس مع الناس كيفاش كتهدر على الوطن ديالك احنا بناتنا نقدون هدروه خايبين ونخسروه وزيد 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 ولكن وقدام البراني كتهدر مزيان البراني ما خسوش الاخت اسماء ما تقاطعيني شعفت اه البراني ما خسوش يعارف شنو عدنا في الدار تفهمين هذه خصوات تكون واقع يعني ابسط المثال اللي غتقدم اللواطن ديالنا اللي هو المغرب كتهدر بطريقة مزيانة على اللواطن ديالك كتكون لابس بواحد طريقة نقية مك تخرج او في دارك او مك تطلق بالاصدقاء مك تبشي لخدمة باش حتى الاجنبي يشوفك اه تيبا واحد انسان تتعارف تهضر ماشي كتنفاعله ولا تخصر الهضراء ولا زيد وزيد هده كتتخربع هذا هذا من الجانب شنو الناس قد يقدموه ومن بعد راكي الاثور كل واحد على حسب خدمته وتقافته او اشكيدير انا واحد الحاجة قدمتها لبلاد ديالي ولكن انت واحد متسوق لها اللي غادي نقولها لكم وراها الحاج جوجل ويوتيوب وراهم تهضروا على فيك يتعارفوه المغرب عندو مشكل او عودنا السحراء المغربية لي صحراء holidays ديال البلاد ما يحيداش لك الطبيب تفاهمين الناس اللي تعارفواه كان او حد المشكلين ما ربعة وسبعين كأنضان دiemand الصحراء كان عدد ديال الدول كيسميوا الصحراء المغربية كانت يسميوا الصحراء المحتلة ما 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 تعارفين شبية تفاهمين ناخدو كان اكون التاريات السويد والمغرب ما عندو مش علاقة سياسية زوينة السويد والمغرب يعني السويد عندها واحد القوة السياسية عالميا وفي الاوروبا وزيد وزيد وماكنش ماكنش شي سويدي ماكنش في التاريخ ديال المغرب منها اللي تبدأ هاد المشكل ماكنش شي مسؤول سويدي اللي اعتار في الصحراء المغربية ماكنش وهذا عبدو ربي بوحده ما عندي ملايار عطاتهم نية الدولة وليشترونه بوحده هدرت واحد الصديق ديال اللي هو مسؤول كبير في السويد درت معه حوار حبا في الوطن درت معه حوار بالسويدية ومتترجم بالعربية التحت وكيف تاخر وتي اكد وتي يقولوا كي اعتار في الصحراء المغربية وبالشتعب المغربية وبالكارة مدير الشتعب المغربية وزيد وزيد هاديرها المغربة انا عارفو تيحرق عليها الملاير تيعطوهم الملاير للناس خرين بش يقولوها متفاهمين انا درتاب زيرو درهم محبة وصداقة مع واحد صاحبي ما تسوقوش ليش الحكومة المغربية او دوك اللي تي تبزنسوا في القضية ديال الصحراء المغربية ما تسوقوش انا ما بغمش يتسوقوه اي راجي نحلو لكم البيبان قد وصلحوا مع هاد البلاده دي عباد الله راي كلنا مضرورين ما تسوقوش هادير كجواب شنو اقدرت انا كشخص الوطن ديالي اللي ما اعتارفش بادش ياده وعد كين اوطور كين ناس خرين كين مغربة كل واحد راي تيدير على قدر المستطع في الوطن دياله ولكن ترجعوا للحكومة الفاشلة ما مسوقينج حات ما غادي يبانوش نحن احدانا ما غايبانوش ما تقولو احدانا الناس اللي باغين تيحبوا الوطن حبا ما بغينها مناصب ما بغينها فلوس ما بغينها قريمات ما بغينها اراضي لك ما غايبانوش حدانا وش كينشي حاجة اكتر من هادش هذا تسويد جبتي عليه السربيته هاليهم مسؤول امني كبير تيعتارف بصحراء الصحراء المغربية يعني بمغربية الصحراء وتا واحد ما تحرك ولا واحد كيباش درتيليه وكيفاش هذا وحكومة مرر ربعة وسبعين والله يمع مرشي واحد عطارف في السويد بالصحراء المغربية وانا اجبتوا ليهم يا الله هالباب تحلي يا الله دخلو ما تسوقوش اللي خاصهم يقلبوا على شي واحد اللي يشريوه بالملاير ويعطيوه لذيلة في مراكش ويذيرو معاهم وذيلة باش وهنا راك عارف هنا السويد را ما كينش دكش تلك راك نقليل لك الاخوان وانا ما عنديش معدكش هذا يربينا قوسين تمنا رجوبت على السؤال ديالاخها اللي كان معنا ناخدو الاخت فتحها مسؤول والخين والسؤال اللي اخرى غادي رجع لي السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي لو اخت فتحاش من دولة مدينة سبب الانحب بغين الدولة ديالك ومدينة مكناس مرحبا تفضلي المغرب ومكناس السبب الانحيطات الاخلاقي والفكري يعودوا الى سبب الانحيطات الاخلاقي والفكري السبب ديالهم هو تدمير الاسرة والمرأة والتعليم منيك نضمر المرأة اذا ما تتمقاش الاخلاق لان المرأة هي نصف المجتمع ولكن للأسف احنا ضمرناها خليناها عرضة للتهميش كذلك عندما نجعل من الانسان مهمشان ابن خلدون تيقول لك اذا طال التهميش بالانسان يصبحك الباهيمة يعني بنادم الى تهمشناه تيقول لك بحال الحيوان تيهتم فقط بالاكل والشرب والغارزة وهذا ما نراه اضف الى ذلك اننا نعطي المهام لغير اصحابها احنا وكذلك تنعمدوا على تهجير العقول الراقية مثل اننا هجرنا المهديل من جرار الله يرحمه راشيد اليازامي الوضغيري انتم كذلك الاستاذ راشيد اذا بزد العقول قمنا بتطردها من المغرب اذا كيف اذا كيف احنا عادي نبنيو هذا المغرب هذا واحنا تنقوموا بهذا الشي هذا اذا كينا واحد سياسة مو منهاجة لذلك باش نغيبوا العقول على تفكير في خيرات التراوات والتساؤل عليها وشكرا لكم شكرا لتدخل ديك شكرا هذا تنقولوا موضوع اخر ومشكل اخر كبير حتحنا اللي بغي يهضر على الحب ديالو بغي يعبر على الحب ديالو بغي الواطن ديالني يزيد القدام وما بغاش يدخل معاهم في الخوات كيخصنا نحاربو كيخصنا نحطو كيخصنا نهدموك حتحنا تدخل انت ما بغي والو انت بغي تصفي حتكونوا بغي يدخل معاهم في المعمار سيحلو لك الباب ويدخلوك ويرحبو بيك وزيد وزيد هذا الخبار في رأسكم ومن انت ما تتقبلش ذاك الشي ما بغي والو كتخلعهم كتخلعهم وخاصة اللي جاي معك تقابة واحدة اخرى جاي معك واحدة الخيبرة جاي معك ديبلومات أو جاي معك واحدة استراتيجية ديال العمل لمصلحة المواطن ولكن كتتصدم دائما بواحد المافيا رأي صبحت لعلي واحد فيديو دير شي اخته وكان عايش في شي دولة اوروبية دخل المغرب يستثمر وجمع افكار وما يعطيه العصا ويرجع بحاله ويعطيني هو بحاله يرجع كاعي حلف ما عودت يرجع الحل دائما شو الحل تبقى عندنا احنا كجالية مغربية والحل تبقى عند الخوطنا المغربة اللي في المغرب ان كل الواطن خصو يغير براسه هو يغير راسه من كتش تجي دولة واحدة اخرى وتغيرك انتا انتا خصك تنجج مع راسك واطلب على حقك ان ارى الاغلب لك يا دلورة تبشي يكملو في عوكي اشا تي عيوي يمدحوي عيوي ما نعرفش نوم بعد كي ستة واليوم عندو زل اخ او الاخ كادا الاخ كادا مرحبا بك مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير مرحبا بك كراكم مسيدي كل شي بخير الحمدلله مرحبا اوه كتعرفوا التدخل اليك يكون دائما من جانب قانوني لا نعم مرحبا بك نسمعوا لك اوه هاد المره راني اهتميت اتذكرت الفصل اللي انا كنت سوتوني هاد المره على الفصل اغلال بدا بي محد دي مفكره شما الفصل في الفصل اوه ديال الفصل دي اللي كي من قانون الجناء المغربي اللي كينص على الاخلال العالاني بالحياة الفصل ربعمية وثلاثة وثماني منش من القانون وخلاص ما ندخلوش في التفاصيل ديال الاركان داكش اوكي هذا ماشي احنا غي كان نشيره خاصة حيان شواصة حيان نعم هاد من جهة من جهة اخرى اه غير اشارة بالنسبة الامن عندهم عندهم فرقة او بريقاد كيسميوها بريقاد ديال الاخلاق او بالفرنسية ليمرس احنا الدارك خلاص كيكون عندنا هذا شي يعني شو مولي هاد من جهة من جهة اخرى هذي كتجرنا الجريمة اخرى هي ديال الجريمة ديال ديال اكس انا نقولها بالفرنسية اللي كتجيني كنقول انا عاد سيتني بالعربية تحريض على الفساد نعم وخلاص عمليا هنعطيكم بعجالة واحد جوج حالات كنت باقي ما كنت عملي كنت سترك في الطوبيس فكرتني هاد السيدة مني جبدت الطوبيس المهم طلبت مني وحد وحد البنت قلت لي ودي شوف هاد يعني هو بعد من هادو كل اللي كي يتسولوا بآلة موسيقية اه اوكي وكان يعني مخمر لكن ماشي طافح يعني يعني ناشت ايا باش قلت باش غير مهم يتفقوا منه الناس هبطتوا من الطوبيس هبطوا من الطوبيس هبطوا من الطوبيس داروا اشارة غير لائقة انا ذاك سعد مع الشباب وذاك شي نزلت المحطة اللي مورها وهو باقي قطع الطريق وكان دفعو المهم هذا كينو حد الحال اخرى كنا هذي كنت عامالي وحاد السوق اسبوع كله في الرباط قريب عيني رباط والنواحي كنا في السوق الاسبوع احنا خلاص مركز القضاء ما كانت دخلوش في هذ الجرائم حل هذي ولكن مني كتو اللي كتطور كان قدرون وهو واحد وحد الجوجات غادين غادين نضبطوهم بهذا تحريض على الفاساد حسنا لانهما كانوا كانوا عند شيء جزار وتلاقوا بجوجات وبحل يعني وحدا بغت انتقم من الأخرى لانهما لانهما بحال بغت يعني تاخد لها مثلا ودبطناهم وقدمناهم خلاص لانت مسألة شنو دارو ما فهمش ما فهمش شنو دارو ما فهمش شنو دارو هما هما يعني بحالة غنقولوا كيت عطاوا البغاء اه اوكي 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 ويعني بحالة تلاقوا على واحد يعني هنا بحالة تنافس بنجم تدابزوا عليه واشوف فين وصلت لهذا المستوى هذا شمين عام هذي كانت؟ هذي تسعينة هذي تسعينة حالة سبعة وتسعين تسعين تباقى شوية الحشما ذيك الساعة وقال الله اه ما كانت حشما كوي انا بكتر فين وصلت به هذي المستوى هذا لا هو ولا لك الحالة الخراديية يعني هذي هذي يطلب هذي يتحرش واشد غيه حاجة واحدة بعدا نقولوا راك هو هذي ابن هذا مرور لك وغايد الهم كام بغايد الهم كام لي نعم هو هذي مكان وغاق الله عليكم شكرا على التدخول ديالك غادين نقدر واحد دقيقة ورجعوا المو سابقة وناخدوا شي تدخول وهذا ولكن غادين نهضر على كي لي سولني على واحد سؤال رتعودش حال مرة ركي قتلك أنا رمك كان ربش من الأسئلة لكن غادين نرجع ليومك موشكي اللي كنحاول نشوف وراته نحاول نقرع لكي بالي مهم را غادين نحطه لك الاختصاص أو هذا نقدرنا على لك سيد ذك الشخص ذك الشاب اللي لح القرعة ديال تنقولوا الزاج بالعافية مكنداز الموكب الملكي أنا كنشوف هذه النقطة كا هو ما تنظنش أنا شخصيا ما كنظنش كان القصد دياله هو الماليك أو الموكب هو القصد دياله كاللفت الانتباه راه الشعب راه دازت لي ماشي العظم ميلاندو وشي عظم ما عافش سميت وشي اسمي اخرى بقى ما عرفنا هاش راه دازت ليه من الفقر من تعدو من ظلم وزيد وزيد هادا تبلينا بحال واحد الانضار واحد الصرخة ايباد الله رايين عتقون اراه الشباب تيضي اراه السبيطة اراه ما كينيش المداريس ما كينيش التطبيب ما كينيش العدل ما كينش الناس غادا مسكنها غادا بحالي غادين بالسيرون في قاعة الاناج المالكيب المالكي تنقول عوتيني واحد النقطة جد مهمة بحكم العامل حكم التجربة قرائتي ارا خدمنا في تكشيتوسكي ليسكورت كنقولو عادة ما عاج ما ما غادش نعقبوه لكن الطريقة باش كيخدموه ماشي طريقة نكونوا نكون معاكم صاريح نعطيكم واحد نقطة جد مهمة وانتمنى الناس ديال الامر عارف انا معاي عدد ديال الناس رام طالعين من الامر انه واحد الحاجة المثالة اللي كدر غلاطة احنا راهضرنا على القرعة اللي سير بها السيد راهض انا كيبالي باش يتير الانتباه راهدك ديال الشعب هالي كنقولوك يسفت واحد الميصاش شوفوه ما كيفاش قراوه كدارو كيغا يصنعوه له تاول فيلم او هذا قصة واحد اخر واحد نقطة جد مهمة بعد غنضوز الحوايج خرا بكيكون ديز الموكب المالكي مثلا كيباليك بعض المرات البوليس راههم او مخزنية جونضا راههم ضايرين تيشوفوه في الجمهور وكل اغلبية الحالات ما تقرب لهم الموكب تيعطيو ظهرهم الجمهور وتخصوهم يعطيو اسلام له هادي من الاغلاط مقابل الجمهور بقى حت كل واحد عنده لازون دياله مقابل الجمهور بلما تدور تعطي اسلام حت انبعد كتجي اي حاجة ما غا تلقاهاش ما غا تشوفهاش ما غا تعرش كل صيفتها و الى اخره هدا من الاغلاط اللي كت ترتاكب واللي ما دارش وعطاه اسلام يا ويلو مشافيها مشافيها حت عدد ديال ذوك الشافات واللي شاف المسئولين او الرؤسة تقلبوا على الغلاط مش يشوفوش الوضع يرام الست الصباح والو الخمسة الصباح والبوليسية والمخزنية او الجوندارم او 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 واقف مسكين تما واقف ما عندوش وقت فوقش الموكب الميلكي غايدو ذوقف تما ما تقدروش لي الظروف تشوفو ليه الغلاط مش يطاكيو على راسهم هادي ما خساش تكون متان هدروع على اللي غارد ديكور اللي هما الحراس الشخصيين طريقة العامل ما كان انتقداش ولكن يعني ما كانت تعجبنيش راك نشوفهم ان احنا وولد الحرفة كان اناليزيو وهدي مش اول مرة نقولها راك قلتها مرات ما كنت عايش في المغرب واحد ما يقول لك او اذا بات اخرج وما كنت عايش في المغرب رجع للتاريخ على الحاج جوجل رايعطيك كل شي بلا ما بقونا ضروف الفارغ طريقة كي خدموا ما خدموا ما استحمس كي تنقول هات متان خدموا غارد كور او حاري شخصي وخاصة اللي كنتوا بزاف ومارا ماشي بزاف ومارا مدينة يعني شنو الغالط اللي تيدار كتكون عندك واحد لازون ديلك لازون ديلك يعني انت شد هادا كين تقنيات كيفاش كنخدمو كين تريونجل كين السيركل كين هادا كين سماطي تنسميو معاوتيني ما غندخلوش الديطايا اذا كشي سر المهنة حاج واحد را من الفوق تيعارفش من تيكنيك باش خدامي تيقديه الرسا اه دوك بيك تخدم كغارد كور مع الشخصيات تكون عندك لازون ديلك مثلا انا غال حضير قدام هالازون ديالي هادا هالازون ديالي هادا هالازون ديالي وهي غادا وعاد كين دوك سماطي هنا في المغرية باش كتلقاه تلقاه هادا هنو اول هنو اول هنو اول ساراسو الشخصي يارا همشات تكاي رامو خارنبالي الامير واحد لغارد كور واخارج مع الماليك را بانت لكم فيديو واثرا طلعت غارد كور خارج مع الماليك ما عافش نو مقبل حاضي التمر ولا ملعف ما عارش كيدي حتى الامير قال لي تبع راسيد نرى الماليك تبع عادو غدا يكيد تحرك بواحد طريقة ما نعرف يعني هو هنو بغا حاضي كل شي ما كيخدموش بتقنيات عالاش ما نعرف رغم انك تتخسر عليهم الفلوس وشيف شو يقرأ وشيدي ولكن في التطبيق ما كينوالو ما كنخدموه في الاسكورت او هدا تنحاولو نخدمو بسرية ما عرف نتاو واحد خارجين داخرين وزيد وزيد يعني خاص واحد يخرج بسرية علاش كيني هاد كترة الاجهيزة كترة الاجهيزة اللي منها الشورطة الطارق القوة المسلحة نقولو العسكر القوة المساعدة عزدوك الاجهيزة كلها ديال المخابرة تراكم عارفينها كترة الطموبيلات كترة المرافقين كترة الدراجات النارية كترة المخابرة مرحبا 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 المرحبا انا لان دكتور لدينا اخلاقي في البلاد يعني تبيغة لدرجة لك من مناظر انواع تحضر الاخلاقي من التحرش كيف سرا مؤخرا اشتركوا في القناة المترجم الى البناء مع امرأة شفت دكتور نصبه الحتيال فيما بشيتي ليه تاكسيتي نصبه بشري شي حاجة انا مشي كنعمم بانسيو كين الناس اللي عمرها دار ميلا بليباغ هاد شي مكانش قبل دابولينا كنشوفوه بزاف يعني الكل يعني الكل تي حاولي تتعامل معك رغمحنا نارا يمكن اكيد جالي يا ركاس عرفان مشي لك ننظرني وانا يا على نفسي بوحدي اراه مشكي لك كانت عاني منو كان عاني وانو كنا تلي ساكنين في البلاد يعني تلي ساكنين في البلاد راه متى عاني ومنو منو منو خوتنا ودك الشي وليت كانشوفوه اخويا انو يعني لمرة ما تقدرش تخرج تخرج دور بوحديتها ولا هدا لا كانش بلايس منوع توصل ليهم ما تبشيش ليهم بوحدها تاكسي يقدر يقدر نسمع تحتى يعني حياتك معرضة يعني الخطر في اي وقت انا مشي كنقول فوضى عندنا بزاف ودك شو لكن كين حوادث بحل واحد الحادثة ودكتور عفتش نوليلا حتى حاول لا طبيعا لمشو مناس؟ من نسبة مسوقين مش بعض انشي مطالة ما في المنتظر الانتصار اه اه كي بغلا تطلعرها مكان اللي كانجيري اللايه براكالي مخرج قلت لك الدكتور الحاجات اللي وليت كنشوفهم الناس متتدخلش ملي كيشوفواش واحد كيتتقريسه مات على تضرب قدامهم ولا شو ما كيهدر شو واحد ما كيهدر ممسوقينش اه ولا الناس كتتفرج وكتزيد انا ذاك شبر لجا قد تدخلهم ما رايشوش تديرهم من قبل كانت هاد القدية للناس كتدخل كانوا الناس اللي شفوا مراه كتتضربوا لهذا حان انا هضرت على ذاك ولد حونتنا يعني غايشوفني انا واحد تتسر عليها قديش يدخل هو فيه وذاك الشي يعني من ابسط مثال كما كان قولو ميدابا نو يشوفوا يقدروا شو ويتيقول لك اللي ما يعرضش في نادم راسول كانش في يعني حالات في يعرض راسول قطر ديك الدرجة انك تدريس تصور بالتليفون وما تدخلش وما تدير شي 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 حركة انك تعاون داك الانسان وفي حالة في خطر احيانا كيكون يعني ممكن انك تعاون تا هو يزيد يتحرش عليك ويكمل عليك ماشي غاي يدافع عليك وغادي يتدخل ودكتور وش تيديك القادية ديال التحرش ديال العيالات قالنا المرابب حالة ديك اللي قالوا ديال اللي وقعت فطنجة انا قدامي انا قدامي وممكن انا شخصيا نعودها لكم انا جئتي اونسان تا فجخوفة في الامواء الامواء الثامن يعني مراتين بان حاملات وشي وتعرضت للتحرش ما احترمونيش في المغرب انا حاملة يعني هذا مش قمة الحيطات هادي ماشير بزاف قام قمة الحيطات هادي انه انسان يوصل به درجة انه ميحترمش المرأة يعني بغض النظر على دي كل مرأة انا مرأة وثاني شفت قدامي راجل مع مرأة وغادي ووليدهم قداموه ومرتو تعرضت للتحرش قدام رجلها وبحركة حركة خيبة بزاف يعني هادش هاده ها في غادي هادش هاده غادي في الهوية غادي في هذه الطريقة ما كديروش لهم الفرانات خلينا ذاك شي غادي يزيد يدخل بشي حاد يعني انا انا كنظن حتى القوانين دكتور يعني ماشي صارمة في هذه الأشياء اللي قد يشو خاص قوانين تكون فيها صارمة القوانين ماشي هي الأولوية القوانين هي ركا تزكي في حالة تخرجت على القانون بزافرات تربيا يعني تربيا من جايرة جاية من الدار و جاية من المدرسة و هادو بجوج درهم ما بقاش هادو بجوج المدرسة والدار ما بقاش العائلة ما بقاش في المدرسة الله يرحمه يعني ما بقاوالو بلا ما نقضبوا على رأسنا مغير يلا كان شي نهوض دياله بالصح يعني غا ننوضوا المدرسة العائلة كل شي مع بعض نديروا فرص على الشغل نزيد وزيد نوضوا لكن شكل اللي بغا ينوض ركا تشوفي الحكومة تبارك الله المتوالية رانا يدين تضربوا على جيوبهم و يضربوا على رأسهم و الشعب رام خلينا ده هو الواقع ما بقاش نكتبوا على رأسنا إلا بغينا بلدنا يزيد القدام أو نحلمو بشي مغريب أفضل أو أحسن شكرا بزاف دكتور شكرا لك شكرا هذه التبلغ هذه الخمسة ربعين دقيقة آه لا خمستاشر دقيقة باقى بغيتوا للإخوة رجعوا رجعوا المسابقة اللي قلنا اللي عضل تحقوا بنا ركن هضروا على الموضوع ديال إنحطات الأخلاق آآ إنحطات الأخلاقي والفكرية الأسباب دياله الحلول دياله رأت نقش نقشة تحلم حاجا نال حدو غتولي آخر تنقولوا كل مرة في آخر ديال الشهر غنضير واحد الوركشوب ورشة أو تمرين غنبدا غنبشي فيها هذي بعدها ياللولا ديال تغلب فن تغلب على الخوف أو كيفاش غتتعامل مع الخوف كالدار هذ الورشة غتدارن هل الحد هذا هي 27 من العشرات السباحة الوحدة الجوج توقيت ديال أوروبا الناس اللي ديجا في الورشارة هم خلصين خمسين أوروبا وعليش تي خلصو الناس راني فسترتها يعني رجعوا للايف شوفو غدا وغتلقى التفسير المسابقة اللي كنديرو اليوم اللي غد يربح غد يحضر مجانا من هال الحد يعني ما غتخلص فوالو غتجي تقرأ وتتعلم وتستفد مجانا ستمر فراسك المسابقة اللي بغيتو غادي نعود نطلقها لآخرة مرة غنعطيكم الأسئلة وما اللي أحسن كتبها وكتبوا لي على الخاص كتبوا لي على الخاص قيد فورقة واستيلو شنو هم الأجوبة وكتب لي على الخاص أحسن حاجة هي هذه مرحبا بكم مساء الخير مرحبا بكم جميعا غادي نعطينا الثلاثة الأسئلة اللي طرحت قبل شنو هي لمدينة ديالي ولكن قول فين عشت حتى خويت تعيشت واحد لعشرين عام أو شي حاجة بحلقة في المغرب ومن بعد الشي الأخر لي شنو هي لمدينة اللي أنا محسوب عليها في المغرب ولد أنا ولد مدينة هذا ولا نقوله أرباط ولد مراكس ولد سلاه ولد تيطوان ولد شي حاجة هادي هي مزيانة كتبوها تماما أنا كنشوفه ولكن كنفضلت بعتولي هاد الأجوبة على الخاص ورا كين واحد الفارق اراه من دابة غي بدي يجاوبكم كين واحد الفارق اراه قلس كي يجاوب غادي بدي يجاوبكم واللي ربحران هال الحد غادي وصلوا واحد الرابط غي طلبوا منك الاسم ديالك الكامل والإيميل ديالك تنضن باش غادي بعتوليك الرابط نار اللي حد غا تحضر معانا اوكي لمدينة احنا شفناها كل واحد كي يكتب شي مدينة مراكس قلني اطرابني ملال اه كتب اللي بغيت اكتبتا شين وا تيطوان وزيد وزيد اوكي هالمدينة تزناليا غادي نشوفوا السؤال الثاني ليشنو هي المهنة ديال الأب ديالي الله يرحمه وشنو كان خدام الأب ديالي فاش كانت يخدم الأب ديالي ولكن سيفطوه على الخاص كتبوات ممزيان ولكن غا نعطيكم من بعد واحد دقيقة ولا جوج وغا نشوف شحال في الساعة وخصجيني على الخاص يعني قبل ما يسيري اللايف اللايف غا نحبسوه مع 12 دليل توقيت اوروبا يعني 11 ديال المغريب يعني اي حاجة اي جواب غا يجمور 12 راية ما مقبول يعني يخصوا يجي قبل حتي من بعد غا نعطيكم الأجويبة ممكنش نطرحوا هاسئلة وما نجيبوش أجويبة المينا ديال الأب ديالي رحمه الله تم مما عندو سؤال الثالث والأخير ما من عام تولدتان ما من سانه تولدت ما من عام تولدت ما من عام تولدت واش في 1900 وشي حاجة ولا في 2000 وشي حاجة ولا 3000 وشي حاجة ما عارش مدرك قلت يا دي شوية واا زهقات لي ارى الأخت كانت يقدر معي و تزهقها لي ماشي مشكي مدخلات سمح لي اجتا انترمو لا مازال غادي نديرو مدخلات يرتان عين الناس اللي معانا يديرو هاد احنا عير باش نشطوكم شوية و باش تفاعلو شوية را عارف الجمعاركم خدمتو السيمانة اللي يقرا كل واحد اللي عاونو را تنتقالو شوية ولكن احنا عالين الموضوع اللي عدرت فيه مهم بزاف السراشيد ديالاخلاق احنا دقيقة بقى معي دقيقة عينو يرنس يساليو شكرا متفاهمين هنت اعطيتكم السؤال اللي هو شنو هي المدينة ديالي في المغرب الميناد الاب ديالي الله يرحمو وشمن سانة شمن عام التولد كيلي كتب ليه الفين ابل سمية خبس وخمسين تلين وستين سبعة وسبعين ما كين مشكل شمن سانة التولد هادو ثلاثة دلأسئلة اتحاولوا تصيفطوا جاوبوهم عالخاص عالخاص لعندي يعني مي غاي سالي اللايف واحد جوش دقائي يقوله دا قبل غنعطيه الأجويبة او مع 12 بالضبط غنعطيه الأجويبة ولكن اي حاجة جات مور 12 هرا ما محسوباش ركين ثلاثة ديالناس كي يعينوا الأجويبة وغادي يجاوبوكم اما في البلاسة اليوم ولا غيكملوا غد تلك عندك الشي كتير متفاهمين هدا هو اللي كين دوزو الأخ مكتوبة يوتو جوتو شي حاجة عطينا الاسم ولدولة والمدينة شكرا انا في امريكا في واشنطن ايام انا بغيت لواحد المدخل خفيفة المدخل مرحبا مهم بزاف احنا وقدرت اتتعلى صحر الأقالم صحراء ويا صحراء مغربية المقاربة الروح اللي قد طلعوتها بطفاهمية ديال البلد ديال من الوطن ديالنا نظر نعمل لك تكون شي حاجة ديال صحراء ديما كن وقفو وحدة البيت الأبيض ونعزو الصور ديال صاحب الجلالة وكن الزرايات مغربة وكندافع الوحدة الترابية الى غير ذلك ولكن الناس من اللي كي تحيطيك البلد ديال ومشين يريد أن هم لا يريد بلد وعكس ربحي تبغي تشوف بلدك مزيان هذا الشيء لشيء لشيء تحضر لشيء 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 نعم 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 من 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 الناس من 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 جميع عملك المنطقة وكل 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 مربش وكل وكل يقاد من القانون نعم وكأن يقضون رجال ويقضون بلد 15 شهر ويقضون حملات ولا ضيان خارج في هاداك شي يعني اي واحد كي قرر هاداك شي في الصحف الامريكية لانه واحد مشكله اللي عالمي الناس قرره وعرفوه وثاقه وليه الخبار وما كانش المجتمع عتني سوين اللي نظه كي غوتو باش عاد تعود لحكم بعد شي شهر او شي شوج الاسابي وعطاهو بعشرين سانة انا واحد ما ذوك الناس انا واحد ما ذوك الناس اللي تدخلو دار ودجع لذاك الموضوع ولكن بحال ذاك القاضي مثلا معروف هاداك طيب اصد اوام رقس واحد العشرين عام باشي نتعلم حتى واكل 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 او ما عارفين شو شو او للا ولكن هذا كبن الشيخ معروف بند عندو انجربتاسيون خيبة مجيد ابن الشيخ معروف في المحكين ثم التوقيف ديالو 8 شهر وغاي يسافطو هلشي محكام اخرى اذا كان مسافره واشباعه واشباعه واخست او تلقاه مرة كانك تستقطعه وتاني بشي تقعده غاضل اخرين وهذا هو الواطن ديان أنا كنت أرى أشياء أشياء في المغرب الأرض خذتها نظر الجيران مدابزين ماذا حبسوا الطريق ماشي نبوين دلهم كيفاش ندوز وخصنا الهليكوبتر دابحها بسنترخي قالوا كلا عندهم نيزة قلت كيفاش نيزة وش حنا فوق ديالي بيرات وقديالي زانية ماشي واحد نارس الطريق دلهم 50 درامية درامي لواحد القاضية شي مرة كتدخول المغرب باش دوس دي فاقونس كتلق راسك دوسي الوقت في المحاكيم وفي العون القضائي وذلك شي كتر من اللي ستعتيب البحار وستمدعتي بزوين وستمدعوش طبيعة الحالة ما عرفناش واش المسؤولين ما عرفناش واش المسؤولين ما عرفناش واحد المحاربة على دي فاساد واد الشي ما عرفتش علاش ما ما واخدين سبا بخي وسيريو علاش 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 خصنا من اللي يجي عندك الناس منها يشوفو بنا الطاكسي بغي ينصب عليك الخطار بغي ينصب عليك دخلتش بلاصة بغي ينصب عليك نعم نحاول نحاول نقدر يوصنا ونقدر مسائلنا وانتحنا نلتحقه بالدول المتقدمة وانتحقه بهذا ما طيبانش اللي يبغاه ولكن انا مكررش واحد مراتش ونعطيك مثال مثال المتال بسيط واخر الموضوع غنخرج عليه شوية ولكن ما بقاش الوقت غنقرب من أنساليه الختاموها مسكي كنقوله شوف هر واحد العداد ديال المناصيب في المغرب كتلقى واحد الإنسان تجاوز تقعد وبقي شد لك هذا المناصيب واش حنا ما عندناش شباب دينا ما عندناش الكفاءات ندخلهم ولد البلاد واحد كتلقي عاجوز عنده سبعين عام وباقي شد منصيب قل شوف هير الامن الوطني شحال من واحد شحال من ولي امن في شيم دينا ارى فاتل ست وخمسة وستين ارى كين لي بصل السبعينات ولا زادها وباقي تماش شد في ذاك المنصيب حيث شد ليهم شلعيبات وتكون شكاياكل ساكتي هذا هو الواقع سيما لغة براشيد شكرا لك شكرا ناخدوا شي تدخل اخير ونبعد نديروا واحد خلاصا لموضوع ونتمنى تكونوا معنا الناس اللي اللي تحقوا بنا رابدينا مع العشرة ديال اللي توقيت اوروبا تسعود ديال المغرب الجمعات نحاولوا وقعنا نطولوا تنديروا ساعتين ونهار ثلاث رأساعة ساعة واربعة تنكونوا معكم يعني اللي بغا يبقى يبقى يلتحق بنا في هاد المواضيع او في هاد البرنامج ديالنا رأى الثلاث والجمعة ثلاث والجمعة تسعود ديال المغرب العشرة ديال اوروبا دائما كنترحوا واحد موضوع اجتماعي باش نغيروا الفكر ديالنا والافكار ديالنا التي جاء الناس الاخرين كين مواضع تنفهموا فيها راح تندخلوا فيها كين مواضع اللي ما كنفهموش فيها وكتطلبوه منها نجيبوش واحد اخي الصائية واخي الصائية اللي كيعاونونا في الموضوع ولكن رأى العارة والافكار ديالكم رأى تبارك الله رأى كيم ميت تكلم معكم سلمة مساء الخير شنو هذاك شي تغوّد شواحد تصد شباب شي شرجم مصدي شنو هذاك شي ناخده ضيف اخر ناخده ضيف اخر السلام عليكم ناخده ضيف اخر او ضيفه بس افتول تتتتتتتتتنساو عارف ما كنتم مشكلة نحنا نصبره مع بعضيتنا معنى الأخ مصطفى مساء الخير مرحبا بك ماذا تدخل لك اليوم موضوع هذا اللي ترتون حيطات الأخلاقي والفكري أنا سأتكلم حتى على هنا بالنسبة لبلجيك لأنه ملاحظ أن أبناء الجالية هنا الأخلاق لهم سبحان الله هي أخلاق من حطا وبصراحة لأنه يجعل مقارنة مع بعض الأخلاق التي نحن في المغرب الأولاد لنا والسميته علي والشباب لنا تقريبا نفس والمشكلة التي يرجحناها الأباء نعم الأباء الأباء لأنه لم يتموش الأولاد لهم وتقلوا عنهم وكانوا كي يتابعوا يالله غير مثلا المبديات ونساوا اللي هو مهم وهو فلدات الأكبر نعم صراحة لأننا نضعنا الأولاد لنا خاصة هنا وما ترى هنا في المغربة ترى أغلبية في السجون البلجيكية ونسبة كبيرة للمغربة قارب وفي المغربة والذي يشعرون أو ويبيعهم مغربة وهذه السؤال لماذا تم Strat ونصر المغربة نعم هذا السبب أعود للحطاب للأخلاق والفكري الذين قلنا بيه ونقولوا الجنراتي الأولى التي جاءت هنا و الثانية فرنسي جاءوا الهدف لهم غير فلوس ونساوا الأخلاق ونساوا العائلة ونساوا العائلة فعلا وهذا الشيء سبحان الله عندما نذهب إلى المغرب ونضعوا معنا لأنها أخلاق وعندما نضيفها ونساوا العائلة ونحن نظاموه ونظاموه في هذا المهم ويقوم بإمكانهم في هذا المهم لأنه يحاول أن يوجه هذه الحكومة التي ندعها حاليا بدون أن يخاف لأنه الخوف هو أن الإنسان لا يستطيع أن يوجه وهذا يجب أن يتعود إلى أخلاق الإنسان كيف يتربى وكيف يتربى وأنه يؤسف وكنني أتعلم عن هذه المهم يجب أن يحز في هذا المسألة نعم يتضرق أما لا يحز في النفس لأنه يجب أن يرى هذا المهم وغياب الوزع الديني لأنه لا يصرف أن الإنسان يمتغل في أكثر الحاجة وهذا لا حول ولا قوت إلا بالله العديل العديد هذا ما يمكننا نقول فضل موضوع هذا بمسيح لأنه بصراحة القلب بيتألم شكراً لتدخول ديالك وللأسف هذا موضوع كبير وهذا موضوع تهم بزاف الوالدين أولياء الأمر تنظروا على اللي خارج الوطن حتى قد نقولوا إلا ما نجحتيش مع أولادك ربح اللي رأى ما نجحتيش من الهجرة هذا هو الأسف وكأغلبية كي قلت ما كي يعطيوش لوقت لأولادهم تيجريتها بعد الدرهم ومن بعد كالدور كتلقوا أولادك خرجوتي تبلاو بشي حاجة كي بيعوشي حاجة أول بوليس جين كيدقوا عليك وانتا فين انتا راكم ملهيين مع الدرهم اللي الدرهم اللي طاحته تصفته لبلاد هالبلاد ديالك يلي عطيتك يلي عايش فيه عطيه الوقت عطيه الوقت يا عباد الله حيدوا عليكم دكتة جمعات الخاوية هذا موضوع كبير غادي نقدون جولة حتى دائما سيطلبوه الناس واخرى درناع على تربية الأطفال خارج الواطن هذا مواضيع ما كتتساليش ما كتساليش يعني مهمة عطيه الأولية حتى ما كتدير الوليدات را ما كتبقاش الكاريير ديالك شكون ديبلوماتك هاتفي موضوعي مقلوماتك حتى يديرك في البلاكات را وليداتك اللي غاد ديرهم القدام هما اللي يخصم يقرأ والهم اللي يخصم يتريني وهما اللي يخصم كل شيء هما اللي يخصم ياكلو معين ينعسواهم حتى يلبيهم حتى ينقص اي حيات تلاحوك قديتي تدير شي الأسرار ما قديتياتك راهوهم الليوني لم تقشت سابق معهم او تلحلهم البورطابل او اللعاب الالكترونية و عند راسك را كدرتي شي حاجة و رعطيتهم شي حاجة را كخربت لهم الحياة و ازتبعدت هذه العلاقة بينك و بينهم شكرا على تدخول ديك الاخ مصطفى اخي رشيد اخر تدخلت على اخت خديجة بعطينا بعض الحلول لان انا عددان فيق بكري سوف نعطي تدخل الاخت خديجة و سوف نعطي الأجوبة على الاسئلة حيث راحنا في 12 ديالين و الحلول سوف نعطي عدد الناس راح طلبو قلك نزيدو نطولو او نديرو تتمة في هذه الحلقة يعني غالق دون خليو الحلول و بعد نسمعو الحلول اخوان اخرين ولكن شوف الحلول الرهما ما غنقول انا او يقول شي اخ او اخت يلا ما غيرتيش راسك يلا ما اخديتيش واحد القرار دابا وتدقول غدا غادينا بدا نتصرف بواحد طريقة او نتعامل بواحد طريقة ارى ما درتيو والو الاخوان كين اخوات اللي كي يطلبو حلقة واحدة اخرى على هذا الموضوع ذوق غادي نزيدو نعاودوها ماشي غا نعاودوها غادي نزيدو نتوسعو فيها غنسمعو الاخت خديجة مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام اش من دولة مدينة هولندا هولندا مرحبا شنو التدخل للك اه لا هاد الموضوع دي الاخلاق وتربية وهاتش هادا شب هاد الموضوع ده بزا نعم اللي بغيت نقول بي ان تا الاخلاق تتكون لها مثلا الرجل و المرة ما تفاهمينش ومثلا مرة تتربي و الرجل ما تعتجي اه ما تعتجي الاهمية و ومشي بزيان و كب حاجات الولاد تفرجوا و راه مشي بزياني نعم لان الاخلاق هي لك نجيج بطهنين ومزيانين را الولاد عطلعهم زيانين لك نجيج مشي مزيانين الاولاد ما عطلعهم زيانين هيبقى الميل واحد يقول لا واحد يقول لي اه مم حكم التجربة اه لان الاخلاق تتلعف دور كبير كيفاش تربيتي و كيفاش عشتي و كيفاش كبرتي هذا هو الدور اما الانسان كي الانسان اللي كي تربى مثلا مع والدي في اخلاق مزيانة اه ولكن اللي كي تجواش كي يجبر بك الشي اللي تربى في الدر ماشي هو اللي تدار تجواش نعم حاجة اخرى فكي تجبر مثلا الام كثمان مستحيل تعطيه ولكن الاب ما كي اعطي شي نعم نعم شكرا هدا موضوع غدي نحاول ان ارى الاخ مصطفى احتوج بدو غدي نحاول ان نعم 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 الناس ضايرين بيك دوك صحاب السلبيات او السلبيين ما تحاولش ترضيهم. يعني فلسفة واحدة حب راسك بغي راسك انت باش يمكن لك تبغي ناس خوري. فلسفة ديال تقبل الناس كيف ما بغاوا يكونوا باش حتى انت يمكن يتقبلك. شكرا للاخوان والاخوات اللي تدخلوا معنا. شكرا لديجي هوبار وشكرا للمخرج اشتركوا في الورشة واللقاء يوم الاحد اللي غادي يربحوا معنا الجائزة باش يشاركوا في الورشة. واللقاء ديالنا نهار الثلاثة ان شاء الله وغادي نزيدون بشوف هاد الموضوع هذا. شكرا قد صبح والاخر. اشرب لك شي زويت هاد العاد.